بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بيام 2007 للجذور التربعية قال ليكن العددين A و B أكتب A و B على الشكل أكتب A على الشكل A جذر 2 وبسيط العبارة B ثم أبين أن A مربع على 33 ناقص بي مربع 3 بي يساعدنا ثورة إذن لننطلق على بركتي لها أبناء نتابع جيدا نقطة بنقطة إذن في الأول نكتب كتابة عنوان الجواب كتابة A على الشكل الشكل ما هو الذي نكتبه يا أبناء هو على شكل A في جذر 2 حيث هذا الأهوة عدد طبيعي يعني لا نجد فيه ناقص أو جذر أو ما أشبه ذلك تابعوا الآن أبنائي نأتي إلى الـ A ها هو أمامكم الـ A انظروا جيدا نتابع هنا معناها أبنائي ما علينا إلا تفكيك هذه الأعداد نأتي أولا إلى جذر 98 لو ندقيق هنا يا أبنائي يوجد عدة طرق للتحليل نلاحظ أن مثلا ثمانية وتسعون لو نأتي بالآلة الحاسبة ونقوم بالقسمة يعني التحليل نحلل بماذا بالأعداد الأولية اللي هي ما هي أعداد الأولية اللي هي الإثنان والثلاثة والخمسة والسبعة والإحد عشر والثلاثة عشر والسبعة عشر والتسعة عشر هذه هي الأعداد تسمى الأعداد الأولية أول عدد نقسم عليه اللي هو الإثنان لو نأتي بالآلة الحاسبة ونقسم 98 تقسم إثنان نجد ماذا نجد أبنائي تسعة وأربعون لو نأتي نقسم بالإثنان نجد الفاصلة إذن لا يمكن إذا وجدنا الفاصلة نذهب إلى العدد الذي بعده اللي هو نقسم على الثلاثة إذا قسمنا على الثلاثة ووجدنا الفاصلة وأكيد هنا نجد الفاصلة فنعود كذلك لنقسم على خمسة إذا قسمنا 49 على 5 نجد بالفاصلة إذن لنذهب فنذهب مباشرة إلى السبعة لو نقسم على السبعة سوف تعطيكم الآلة الحاسبة يا أبناني السبعة ثم نكمل على سبعة سبعة تقسيم سبعة الباقي كم يا أبني أكيد الباقي هو سفر يعني تعطي لنا هنا واحد سبعة لا سبعة تعطي لنا واحد والباقي سفر إذن ماذا يمكن أن نقول على الثمانية وتسعون هذه تسوينا إثنان في سبعة في أبنائي في سبعة لكن هنا يوجد لنا جذر انظروا ماذا تقول القاعدة يا أبني تقول أنه إذا وجد عدد نفس العدد تحت الجذر مرتان فيخرج يعني كيف يخرج معناه يخرج بسبعة ويبقى لنا بالداخل يا أبنائي الجذر اثنان فقط لماذا لأن هنا يوجد لنا سبعتين مضرب في بعضهم بعضا وهي السبعة مربع والجذر السبعة مربع يا أبنائي هو السبعة يعني يذهب الجذر انظروا جيدا هذا فيما يخص ثمانية وتسعون نأتي كذلك إلى العدد لهو ثلاثة في جذر اثنان وثلاثون يساب أولا نأتي إلى تلك العدد لهو اثنان وثلاثون ونقوم بتحليله تعالوا نحلل نقسم أولا عدد اثنان فنجد ستة عشر فنقسم على اثنان فنجد ثمانية نقسم على اثنان فنجد اربعة ونقسم على اثنان نجد اثنان ونقسم على اثنان نجد واحد إذن قلت دائما في الأول قوموا بالقسمة على العدد إثنان فإن وجدتم الفاصلة فاذهبوا إلى الثلاثة فإن وجدتم هكذا وابقوا دائما تقوم بنفس العملية إذن ماذا أعطت لنا هذه الاثنان وثلاثون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أعطت لنا لاحظوا هنا هذه الثلاثة لا دخلنا لا فيها سوف نعيد كتابتها هنا نصبح لنا هنا الثلاثة ونأتي بخط هكذا ونبدأ بالكتابة هي إثنان في إثنان في إثنان في إثنان في إثنان هكذا تحت الجذر لاحظوا جيدا كم من إثنان واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ماذا تقول قاعدة يا أبنائي هذا يخرج بإثنان واحدة وهذا يخرج بإثنان واحدة والباقي هذا بما أنه عدد فرد فيبقى كما هو دائما القاعدة هكذا درسكم من أستده أن إذا كانت عندنا عدد مضروف في نفسه مرتين يخرج وهذا يخرج أما هذا بقي لوحده فيبقى بالداخل ما معنى؟ نصبح لنا ثلاثة في من هو الذي خرج؟ خرج لنا هنا الإثنان في إثنان وخرج لنا هذا الإثنان في إثنان هنا لكن بقي لنا جذر بالداخل لا يمكن الخروج يا أبناء إذن هنا نقول تساوي جذر إثنان هكذا دائما إذا قلنا إثنان مربع هو مكتوب في إثنان مربع في إثنان تحت الجذر فهذا يخرج بإثنان وهذا بإثنان لكن هذا بما أن السهو واحد لا يمكن له الخروج فليبقى بالداخل هناك تابعوا هنا يا أبناء إذن ماذا ينتج؟ ينتج أن تساوي لنا هذا في هذا كم يا أبناء هو أربعة أربعة في ثلاثة لهي إثنان عشر جذر إثنان هذا فيما يخص يا أبناء ماذا؟ لهي العبارة ثلاثة جذر إثنان وثلاثون تابعوا جيدا ها هي العبارة الأولى وها هي العبارة الثانية نأتي الآن إلى ناقص مئة وثمانية وعشرون كذلك يا أبناء نقوم بنفس الخطة نقوم أولا بقلنا الجذر مئة وثمانية وعشرون نقوم بالتحليل تابعوا نقوم مئة وثمانية وعشرون قلنا أفوا قلنا أول عدد نقوم بالتحليل بالقسم عليه قلت هو الإثنان لما نقسم نجد أربعة وستون لما نقسم مرة أخرى ماذا نجد يا أبناء نجد إثنان وثلاثون لما نقسم قوموا بالآلة الحسيبة تعطي لكم كم ستة عشر لما نقسم ثمانية لما نقسم أربعة لما نقسم إثنان لما نقسم إثنان إذن تصبح لنا قلت إثنان تصبح لنا إثنان وتصبح لنا واحد إذن كم من مرة يوجد إثنان واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن تصبح لنا تساوي كم إثنان في إثنان في إثنان هنا أربعة في إثنان خمسة في إثنان ستة في إثنان سبعة هنا كل ينتحت الجذر انظروا أبنائك كيف تتعلموا كيف يمكن أن نجد هذه القيم هذا يخرج بإثنان إثنان وهذا عفوا وهذا مع هذا يخرج بإثنان وهذا مع هذا يخرج بإثنان بقي إثنان هذا لوحده لا يمكن له الخروج يعني كل إثنان يخرج إذا وجد هذا مع هذا يخرج واحد منهم فقط أما إذا كان لوحده فلا يمكن له خروج فتصبح لنا ماذا إثنان في إثنان في إثنان إثنان في إثنان هي الأربعة دي آرة في إثنان هي裏 هي الثية ثمانية excuses ثمانية جذروا إثنان ها الآن يا أبنائي قد ماذا؟ قد وجدنا قيم A الآن نأتي إلى A ونكتب كل واحد مما وجدناه هذا يكتب بهذا وهي 7 جذر 2 زائد 1 3 جذر 32 وهو 12 جذر 2 وعندنا هذا لكن لا ننسى هنا عندي ناقص نكتب ناقص 8 جذر 2 هذا لهذه القيمة الآن يا أبنائي تعالوا نكمل العمل فقط قد أضي قضي أمر هذه العبارة التابعة الآن كيف يمكن أن نكمل فيصبح لنا A يساب بما أن يا أبنائي هذا الجذر 2 عام مشترك يمكن أن نستخرجه ونراحظ ماذا يبقى يبقى لنا هنا 7 زائد 12 ناقص 8 ونغلق القوس هكذا في جذر 2 يعني هذا مع هذا مع هذا تابعوا الآن نكمل إذن ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا A يساوي هذا مع هذا 19 أو استعمل الآن لحسبة 19 ناقص 8 يساوي لنا ماذا؟ 11 في جذر 2 ها هو A يا أبنائي قد وجدناه بأبسط طريقة إذن وقال A حيث ماذا قال A A هذا له وهذا العدد عدد طبيعي نعم و11 هو عدد طبيعي يعني ينتمي إلى الأعداد الطبيعي أن الآن يا أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نأتي إلى سؤال الذي أباد إذن لحظتم فكرة فكرة جد بسيطة إذن نترك الآن هنا الذي وجدناه لواء 11 جذر 2 ثم جاء السؤال الذي بأبنائي قال بسيط العدد B إذن نكتب هنا تبسيط تبسيط العدد B العدد B أولا نقوم بجلبه أمامكم لاحظوا ها هو العدد B أراد منا أن نبسيط سوف نستعمل خواص الكسور فقط تصبح تساوي لنا لاحظوا تصبح لنا ثلاثة على إثنان زائد خمسة انظروا نقطة الأربعة ما هي نلاحظ أن الأربعة هي إثنان في إثنان هنا عندنا في ماذا في إثنان على ثلاثة بما أن هنا عملية في يا أبنائي جوز اختزال هذا مع هذا لأنها في ليس زائد لو كانت زائد لا يمكن يقول أحدكم يا أستاذ هل يمكن أن نختزل هذا مع هذا لا قلت في هو الاختزال إذن قد ذهب هذا مع هذا ماذا يبقى لدينا يا أبنائي يبقى لدينا بي يساوي ثلاثة على إثنان زائد بما أن يا أبنائي تقول القاعدة بما أن هذا اختزل فماذا يترك في مكانه لا تقول يتركون الصفر إنما يترك واحد وهنا يترك واحد احذروا أن تقول الصفر لا يترك واحد فتصبح لنا البسط في البسط خمسة في واحد ليه خمسة على المقام في المقام لهو اثنان في ثلاث لهو ستة انظر لهذه البسطة لم أفعل شيء إنما قلت بالعملية الاختزال الآن نكمل ب يصبح يساوي هنا كذلك نفكر أن هذا العدد وهذا العدد المقام غير متشابه ما رأيكم لو نقوم بتوحيد المقام كيف نوحد المقام لو نضرب هذا عفوا لو نضرب ليس نقسم لو نضرب هذا في ثلاثة ماذا يصبح هذا لو نضربه في ثلاثة هو ستة إذن بقي متشابه لكن تقول قاعدة بما أنا ضربت في المقام عليك أن تضربه في البسط حتى نقول أنه لم نفعل شيء إذن ها هو المقام أصبح متشابه يعني ماذا تصبح لكم تصبح لكم تسعة على ستة زائد خمسة على ستة أصبح لهم نفس المقام الآن بما أن أصبح لهم نفس المقام تقول قاعدة يمكن الجمع تصبح بتساوي المقام موحد يعني نفسه فيمكن أن نقوم بعمية جمع البسط مع البسط لهو تسعة زائد خمسة يصبح كم يا أبنائي تسعة زائد خمسة تصبح لنا أربعة عشر على ستة لكن يظهر هنا أمل في ماذا في الاختزال لو نقسم هنا على إثنان ونقسم هنا على إثنان على ماذا يمكن أن نستنتج يقول أحدكم كيف تنبهت لذلك لأن هذا عدد زوجي وهذا عدد زوجي لأن الأعداد الزوجي هي الأعداد التي تنتهي بالسفر والإثنان والأربعة والستة والثمانية والأعداد الفردية هي التي تنتهي بواحد وتنتهي بالثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة يصبح لنا بي يساوي كم يا أبنائي هنا لما نقسم تصبح سبعة على ماذا على ثلاثة هذا هو البي يا أبنائي الذي توصلنا إليه بكل بساطة أنه قال بسط بي يعني وكأنما أراد أن يقول لي اجعل البسط كسر هذا غير قبل الإختزال يعني قد فعل واستخرجنا قيمة البي ها هي يا أبنائي أمنكم مع الآ ثم جاء السؤال الذي بعده قال ثم بين أن إذا نقول البرهان أن ماذا أن هذه العلاقة صحية أو هذه المساوة ها هي أمنكم آ مربع علي ثلاث نقص ثلاث بي y ثلث هنا يقول أحدكم يا أستاذ بأي آ نستعمل هل نستعمل آ الأولى أم الثاني هل نستعمل هذه القيمة للآ هذه القيمة هي التي نأتي بها إلى هنا أم نأتي بهذه القيمة إلى هنا والبي هل نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا أم نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا يا أبنائي لماذا طلب مننا هذا السؤال أكتب على أبسط شكل أو على أبسط وقال هنا بسط ما علينا أن نستعمل العبارة الثانية لا دعي ليستعمل العبارة الأولى لينساها أبدا للأبد معناه نأتي بقيمة الآ هذه انظروا تابعوا هذه هي أبنائي نعوذها هنا والبي هي هذه القيمة ونعوذها هنا ركزوا فقط ونكمل المسير نحو أن نجدها ثلث تابعوا جيدا إذن نقول الآ مربع على 33 ناقص ثلاثة بي تصبح تساوي الآ مربعها هي قيمته هي هذه وهي 11 جذر 2 مربع نظروا نقطة بنقطة أعوذ كل واحد بما يساوي على خط الكسر ها هو على 33 ناقص ثلاثة في ألبي لهي ها هي السبعة على ثلاثة ولا نقول تساوي الثلث إنما نبرهن على أن تساوي الثلث تابعوا جيدا هنا بما أن هذا مقامه واحد فيمكن يا أبنائي أن نقول ماذا أن هذا مباشرة ذهب مع هذا بطريقة الإختزال عندنا كذلك هنا يمكن أن نلاحظ بعض الأشياء تابعوا جيدا هنا يا أبناء إذن تصبح لنا ماذا تصبح لنا هنا هذه القيمة التي تصبح 11 مربع انظروا في جذر 2 مربع على 33 ناقص بما أن هذا اختزل مع هذا معناه هنا يبقى واحد وهنا يبقى واحد هذه الطريقة الإختزال فيبقى لنا ماذا يبقى لنا ناقص السبعة فقط يقول أحدكم لماذا لأن هنا تخيلوا هذا ذهب كليا لاحظوا بالاختزال بقي واحد وهنا بقي لنا واحد كم يبقى يا أبنائي انظروا هذا النقص لو يدخل هنا على السبعة فيتركها نقص السبعة ويقول أحدكم هنا كيف فككت يا أستاذ هذه القيمة اللي هي 11 جذر 2 لكل مربع هذه ما هي في الأصل بما أنه هو في فالفي يقول أحدكم درستم أن أ في ب مربع في ليس زائد كما يظن البعض يقول جداء الشهر لا هو الفي إذن يساوي أ مربع في ب مربع هذه القيمة درستمها بهذه البساطة ركزوا هنا يا أبنائي إذن هنا معناه هذه ال 11 جذر 2 لكل مربع يمكن كتابته هي 11 مربع في جذر 2 مربع هذه ماذا تعطي لكم ركزوا أرجوكم فيمكن يا أبنائي أن نتركها كما هي أو نقوم بتفكيكها تابعوا تصبح لنا 11 في 11 في جذر 2 مربع حالي درستمها أن جذر 2 أي أي جذر أي جذر لما نربعه يذهب بالجذر تصبح لنا 2 فقط قلت أي عدد إذا قلنا جذر A مربع هنا دائما تصبحنا A حيث A أكيد يكون قيمة مجابة بهذه البساطة معناه هنا لو نعوذ كل واحد مما يساويه وجدنا أن نتصبح هذه يا أبنائي نأتي بها ونعوذها تابعوا السهم إلى هذا المكان إلى هنا سوف أعوذها هنا نعوذها بماذا بـ 11 في 11 في 2 على 33 ناقص 7 لم أفعل شيء إنما قمت بالتفكيك يا أبنائي فقط هذه القيمة فككتها هي 11 في 11 وجذر 2 في جذر 2 ما هي هي الـ 2 لأن الجذر 2 قلت إذا ربع يصبح لنا 2 تابعوا الآن نحن علينا دائما أعيننا تكون على أنها نجدها تسوي الثلث ما رأيكم أن نختزل كذلك بقاعدة الاختزال هذا مع هذا ماذا يبقى لدينا يا أبنائي إذا بما أن هنا يختزل نقوم بالقسمة كأنما نقسم هنا على 11 ونقسم من هنا على 11 فيمكن أن نقول أن بما أن تقسم هذه القيمة معنى هذه سوف تذهب من هنا أصلا وهنا هذه الثلاثة وثلاثون ماذا تعطي لنا؟ قموا بالألة الحاسبة وقموا بالقسمة الثلاثة وثلاثون تقسيم 11 سوف تعطيكم الثلاثة إذا هنا كذلك يحدث التغيير أنها تصبح لنا ثلاثة فقط لماذا؟ لأن لاحظوا الثلاثة وثلاثون لما قسمناها على 11 وجدنا الثلاثة ركزوا هنا يا أبناء وانظروا على ماذا سوف نتحصل لاحظوا بقيت لنا 11 في 2 على ثلاثة لاحظوا جيدا لو نأتي إلى هنا ونوحد المقام انظروا لو نوحد هنا المقام هكذا ثلاثة ونضرب هنا في ثلاثة لأننا درستم توحيد المقام لاحظوا هنا يا أبناء أنا أوحد المقام تصبح لنا ما هو المقام المشترك هو الثلاثة فتصبح لنا هنا الثلاثة هذا في هذا كم؟ 11 في 2 اللي هو 22 ناقص ماذا أبنائي؟ ناقص هذا في هذا اللي هو ناقص 21 لأننا قمت به السبعة وحدت له المقام إذا نضرب في المقام في الثلاثة والبسط في الثلاثة فتصبح تسوينا قوموا بالآلة الحاسية ولاحظوا ماذا تعطي لكم 22 ناقص 21 تعطينا واحد والمقام ثلاثة وهذه لاحظوا بأم عينكم يا أبنائي إنها نفس القيمة التي طلبت منها لاحظتم؟ نقول ومنه آ مربع على ثلاثة وثلاثون ناقص ثلاثة بيساوي كم يا أبنائي وجدناها تساوي لنا ثلث وهو المطلوب يعني لاحظتم؟ فيه طرق بسيطة إن لم تفهموا نقطة هنا أعيد الفيديو في تلك النقطة ولو عشر مرات حتى تفهموها حرفيا حرفيا وفي الأخير أبنائي وبناتي أتمنى قد استفدتم من هذا العنصر وزروا صفحتنا التي هي صفحة الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو لأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا شكرا